ما نشوف إيه اللي حيحصل تاني في كأس الأم الأفريقية والحقيقة يعني زي ما قلت لحضراتكم الموضوع أصبح الحقيقة يعني العالم كله دلوقتي بيتكلم على الحكم الذي أنهى مباراة مرتين قبل نهايتها مرة في الضيئة 85 ومرة في الضيئة 89 مبارح أكرم توفيق تأكد النهاردة أنه هو يصيب في الربط الصليبي كابتن سيد عبد الحفيز قال أنه تواصل مع أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة نجاري قال كابتن سيد عبد الحفيز أن اللاعب سوف يعود إلى القاهرة يوم السبت المقبل وأن هناك تواصلا مستمرا معه ومتابعة دقيقة لحالته وجاري حاليا الترتيب لصفر وخارج مصر لإجراء الجراحة وتلقي العلاج اللازم ألف ألف سلامة لأكرم توفيق واحد من أهم وأفضل اللاعبين في مصر وفي النادي الأهلي الحقيقة خلال الفترة الأخيرة إن شاء الله إن شاء الله هي ست سبع شهور تمن شهور بالكتير ويرجع أكرم توفيق أفضل من الأول هو صغير في السن فالسنة دي إن شاء الله أو الست سبع شهور دول مش حيفرقوا معاه محتاجين شوية روح وعزيمة بالإصابة دي محتاجة شوية روح وعزيمة وصبر وحترجع أقوى إن شاء الله أكرم من الأول كل جمهور مصر مش الأهلوية بس كل جمهور مصر بيدعي لك إن شاء الله ترجع بألف سلام